أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة باستكمال أعمال تطوير منفذ السلوم البري لاستعاب حركة النقل وتيسير تدفق البضاء على النحو الذي يدفع معدلات التبادل التجاري وخلال متبعته للموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة منفذ السلوم البري أشار رئيس الوزراء الأهمية الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن أعمال التطوير لخدمة المصدرين كما كلف بسرعة توفير 250 مليون جنيه من وزارة المالية لدفع العمل بالمشروع وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير